البداية نظم أمسي موظفه وعقود ما قبل التشغيل لولاية سطيف وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر مديرية التشغيل رفعين عدة مطالب أهمها الإدماج في مناصب دائمة مع احتساب سنوات العمل في التقاعد وإعادة المفصولين تعسفيا إلى مناصبهم مع التعويض الرجعي لسنواتي العمل إنشغالات أخرى نتابعها في ميكروفون عبد الحافظ بوزيدي نميا يعطيوا لك كل 15 ميات ما يجيك نفي كرا نفي تري سيتي نفي معيشة أولادك كي نين بزيف رامك تكلين على هذي لانام هذي بصح لغالب مقدرناش تهني ما نحوسوا نتهني وكي اللي حداش سنوات من دون إدماج بزيف يا أخويا راننا اليوم نطالبوه بشوف مناصب دائمة كل واحد يرسموه في المنصب اللي راح فيه ما عندنا حق في التقاعد ما حد ما دارونا حق في الإدماج ما احتساب السنوات اللي ما محسبوناش سنوات نخضو حاك ذاك وخلاص المطالب تحم مع رفايرهم استقبلناهم اليوم وتكلمنا معهم وسمعنا إنشغالات تحم إنشغالة لكل حال يعني إنشغالات معقولة وإنشغالات والمطالب تحمية مطالب مقبولة ومشروعة سجلونا هذه النقاط هذه وحنا دوك اليوم إن شاء الله نحولوها الهيئة الواصية ووزارة العامة وتشغيل والضمان الاجتماعي وكذلك على مستوى الولاي بيكون على عامة